أنا الحقيقة أحياناً يعني بتساءل يعني جال حضرتك فيلم دلوقتي ومطلوب أنك يعني تؤلف الموسيقى الموسيقى السينمائية لهذا الفيلم كيف؟ يعني كيف تتصورها يعني؟ الموسيقى هي يعني لغة بتعدد المشاعر اللي عند الإنسان تجاه أي شيء فأول حاجة الواحد بيشوف إيه الدراما يعني نوع الدراما اللي موجودة فيه دراما بتعتمد على الدراما الاجتماعية أو الميلو دراما أو الكوميديا أو الأكشن أو الساسبينس أو الحاجات دي كلها اللي هي بتبقى مكونات أي فيلم من الأفلام فالواحد بيقدر مع المخرج طبعا أنه هو يحدد الوظيفة بتاعت الموسيقى الموسيقى وظيفتها إيه؟ مش أن هي تبقى في الفراغات لأن الموسيقى أحياناً حتى تبقى على مشاهد فيها حوارية يعني بتبقى على حوار مش لازم تبقى فقط في الأماكن اللي فيها صمت من الحوار مصحبة للحوار يعني خلفية للكلام بمعنى فبيبقى بتبقى لازم كمان مرتبطة بالحوار هل هو حوار غرامي ولا حوار انتقامي أو حوار يعني أي نوع من الحوار حسب فبيبقى فيه كده يعني بالاتفاق مع المخرج إحنا نوظف الموسيقى في آن هي أماكن وليه وهتخدم إيه؟ يعني هو ده الاسئلة المهمة أو الاسئلة المهمة لازم تلح على الواحد مش مجرد انه هو بس يحط موسيقى وخلاص